اشتركوا في القناة واحد من الهند فاز بابوظبي للاساتذة مشهور اسمه ارجون اريجيسي اتعمل عنه حلقة هسيبلك اللينك بتاعها دلوقتي في الاي فوق لازم تبقى تشوفها اسطوري يلا يا ابن الام يا ابن الشنط ونروح الهند استنى عندك دبي المفتوحة هتبدأ واحنا في الامارات فايه بقى ما نشارك في هذه البطولة وفعلا ده اللي حصل الهند اتجمعوا يلا بينا هنشارك في دبي المفتوحة قبل ما نسافر فاشترك ارجون اريجيسي واشترك براجناندا واشترك لعيبة تؤال جدا المتصدر حتى الان براجناندا برصيد 3 من 3 هنعدي على التلات مباريات ونشوف العظمة ونروح من فضلك هت مشروب يعني انا شربت نص المشروب واني سجلت الفيديو ده بتع 3 مرات نتيجة الباقع الجائل في الشارع وحاجات تانية كتير فيعني المشروب بتاعي قرى بيخلص ممكن تجيب مشروب وتيجي يلا بينا بسم الله يعني لايك لذيذ اشترك عظيم كده يعني ماشي اوكي اول مباراة بلاعب رضا مدافي هذا اللاعب من ايران فيدي ماستر موليد 2008 لسه سغنون عنده بتاع 17 سنة تقييمه وصل 2350 قبل كده لكنه نزل شوية ويعني انا متوقع ان حد بهذا التقييم في هذا العمر لو قعد قدامي وانه هو فعلا 2250 هيعجلني انا متوقع كده عندي شعور كده فالمفروض ان ده خصم قوي قصاد براجناندا لكن تعالوا نشوف ايه اللي حصل براجناندا يقابل بيدق مالك ويرد بيدق مالك وبعد نايد اف ثري يستخدم الفريدور وده افتتاح سيء السمعة في الليفل الكبير في الليفل العالي ليه لانه بيختقر الى المساحة بعد هذا الشكل الاسود كأنه لعب بيدق واحد بس الابيض عنده بيدق وسطي في الصف الرابع وحصان قوي تطلب اي نعم البيدق احمي بالحصان هذا البيدق الوسطي تكمل ان تشارك ببيشب اي 7 وهنا اشهر خطة اللي بتعمل نتايج جيدة جدا للاب يتصل الى 43% مكسب هي جي 3 وبعد التبييت بيشب جي 2 وتبييت واف فور والجو ده امصح اي حد بيلعب بيدق مالك انه يحضر هذا الشكل على الفريدور من اجمل الاشكال اللي ممكن تلعبها على بيدق مالك على الفريدور هي جي 3 بيشب جي 2 تبييت والاف فور والافجار ده ولكن صاحبنا هنا استخدم اف 3 مش جي 3 فكرة اف 3 انه ناوي يعمل هجوم على هذا الجناح جناح المالك ويبيت طويل يعني ناوي يلعب بيشب كوين تبييت طويل ويدفع البيادق ويموت مالك الاسود ده ممكن يكون ناجح جدا ضد الفيانشيتو سيستمز يعني الدراجن بتاع السيسيليان مثلا او البرك لو انت مفنكة الفيل او المودرن دفنس لو انت مفنكة الفيل لكن الشكل ده بصراحة الموضوع مش ناجح قوي بعد بيشب اي 3 صاحبنا براجنان ده لعب دي 5 على طول لو سمحت خليني اشاركك في الوسط طبعا لو اكلت بيدق في بيدق فاحنا كده عصرنا وفرتكنا كل بيادق الوسط المفروض هذه الاشكال تنتهي بالتعادلية ولكن لوجود براجنان ده في هذه المباراكة طرف فهنقول اللي هيلعب احسن هو اللي هيفوز بالنسبة كبيرة براجنان ده ممكن يفوز هذه الاشكال ولكن الاحسن من ده اني اخد مساحة ما انا اصلا انت فقير في المساحة فاسيبني اخد مساحة مفاجأة ان الاسود الانجين مبسوط جدا منه دلوقتي بيقول ان الاسود مع تفوق نص وهو عامل كده بص المنظر البشع يعني ايه ده لسود احسن لسود احسن ازاي ده الابيض معه مساحة ومعه فيل طالع وحصان طالع وهيعمل كده ويبيت ازاي ازاي يعني قال لك ما واحدة واحدة علينا ما هو لو عمل كده فعلا بيخسر قطعة تكتيكيا سي فايف بتمبو تمشي اخد دي فور واحد قطعة طيب يا سيدي ماشي هيمشي الاول بحصانه اوكي ده هيسمح بسي سيكس حميت كوين دي تو ما انا مش هستناك الشكل ده وصل مرتين في الداتا بيز قبل كده والمرتين اتعدلوا اتعدلوا بالاي فايف اف سيكس تم استخدامها المرة دي فكرة اف سيكس انك لازم تعمل انت لو مكلتش وحاولت تدعم هذا البيدق فحاسب هذا البيدق على فكرة معزول وهبدأ اهاجمه مباشرة لو دفعت وبلعب نايت اي فايف ناوي اهاجم الفيل بتاعك الرخ بتاعتي شغلة من مكانها انا طالب البيدق ده دلوقتي هذا الشكل تفوق ثلاثة للاسود يا الله طيب كمان بعد اف سيكس بيدق في بيدق وياكل بالحصان الحصان يرجع نشيط تاني في مشكلة جوهرية لازم تسمعها وتفهمها الا وهي ان الابيض بيدق الوسط بتاعته خلصت الاسود معاه بيدق في منتصف الرقعة والوضع اتقلب لمصلحة الاسود جدا تبييد طويل هكمل انتشاري جي فور هجوم على الجناح نايت اي فايف هات البيدق بش بقيتو حمية البيدق واقف الفيديو وفكر ازاي تعمل خطة هنا وانا هقولك ازاي تعمل خطة وهتستفيد بس لو ننسيت تعمل لايك اعمل لايك اما بقى لو ننسيت تشترك وانت عاقبك المحتوى فانا هزعلان منك يعني لو سمحت دوس على زر الاشتراك لو انت مبسوط وهتتبسط قوي الفكرة الجاية دي لازم تعرف ان في التبييد المعاكس كل واحد بيلعب على الجناح ما بنلعبش في الوسط بس مين وسطه اقوى الاسود طبعا ليه لانه معاه بيدق قوي جدا هذا البيدق لا يمكن ضربه باي فور مثلا علشان الاي فور مش موجود اصلا ولا يمكن ضرب الوسط بالسي فور لانها عكس النظرية هحتاج امشي بالحصان في اي حتة والعب سي فور ليه انا عايز ايجي مع الجناح اللي خلينا نلعب على نفس الجناح بتاع ملكي فهي عكس النظرية وبالتالي هذا البيدق يصب فقط في مصلحة الاسود ونستطيع تحريك قطاعنا من خلاله او او بمساعدته ازاي نايت اي ايت نايت نايت الرخ جات عشان البيدق كان مطلوب الحصان يكمل رحلته ويصل كينج بي وان يمكن يسحب فيله هنا بي فايف دعم الحصان وانا عايزك تدور كده هو فين الهجوم بتاع البيض اللي على الملك دي انا مش شايف اي هجوم انا مش شايف اياته هجوم واخد بالك بشب لو سمحت هات الحصان لا مفيش حصانة كمان بفتح المجال للفيل يضغط على الوزير وهذا ما حدث الوزير مشي كوين بي سيكس لو سمحت تعال انكسر لو اكلت هاكل وافتح الفايل على الملك كمان حميد بدأ السي سيكس لانه كان مطلوب وهنا اتعمل بلندر بشب جي ثري واقف الفيديو حاول تعاقب هذه النقلة هاعتبر ان انت رجعت عقاب هذه النقلة هو نايت اكس بي تو بدأ ببلاش في جيبي لو اكلت فانا ممكن اكسر وبعدين العب كده اخد قطعة ممكن نعملش اي حاجة والعب كده على طولة رجع قطعتي وعايز اخد فرق فبعد الاكلة الرجل كسر ورجع قطعته بس بعد بي فور انسحب احد الافكار اللي ممكن تلعبها انك ترجع بهذا الشكل وانا اكل وانت تمشي ولو انت عاوز تمنع هذا الهجوم على هذا البيضك ممكن تلعب حاجة زي حصان هنا يعني مثلا لو لعبت روك اي سابن عشان ابدأ اجوز ترجع بهذا الشكل لالعب الفيل تلعب كده لا انا عندي النقلة دي تعلالي نقل فضيع جدير بالذكر انك لو هاجنتيني انا بديك فيل في بيدا ولو اكلت اوعى تجوز لان الفيل بيطلع يحمي اقفل الاول طريق على الفيل ولو اكلت طبعا بتاخد ماتات محدش بيمنع هذه المات اطلاقا مات في ستة اداء ممتاز من براجناندا ذو التقييم 2661 ضد الفيدي ماستر الايراني رضا مادافي المباراة رقم اثنين بتلاعب لعيب اقوى لان انت كسبت وهو كسب فبنلاعب بعض فبيلاعب المرادي اللاعب الهندي انترناشنال ماستر بتقييم 20406 ده دوشيانت شارما ودي تحضير افتتاح براجناندا من الناس اللي بتتعب اوي في افتتاحاتها وشغال على نفسه كويس جدا شكل من اشكال كوينز جانب الديكلايند العادي خالص الحصان يطلع لو الحصان طلع انت بتربطه بتروح لشكلي من اشكال كوينز جانب الديكلايند لكن صاحبنا اختار بشب الاول عشان يمنع الرابطة فصاحبنا كال بيدق في بيدق بيدق في بيدق وبدل ما يربط لانها ممنوعة لعب بشب اف فور بفكرة انه هينط ويضغط على هذا البيدق تم منع هذه الفكرة شفتها من الجنزبيل لعل صوتي يتحسن بسم الله اوكي كمل انتشاره بي اي ثري بيشب اف فايف وبراجنالنا متفهمش معاه دي فور اوكي ماشي همشي ايه بقى الفكرة ايتش فور ادي بقى اللي محتاجة تفسير هفصرها لك عناية ليك اما انا جاي اعمل ايه هنا؟ اما انا جاي عشان افصرها لك افصرها لك وابسطها لك يا سيدي لو كانت البيدق انا اكمل انتشار عادي لو انت طلعت بالحصول من هنا او من هنا بتخسر فيلك فالانجين بيرشح انك تلعب نايت دي سابن تطلب الفيل الفيل يرجع تلعب جي فايف الحصول ده ما بيطلعش وانت متكتف هيا دي فكرة التضحية عظمة عظمة جدا فكرة التضحية ممتازة اوكي البيدق متاخدش وانما لعبة نايت دي سابن وعليها كوين بي ثري هات البيدق لو سمحت كوين بي سيكس تلعب اتحمى البيدق جديد بالذكر انه كان سايب البيدق ده مقابل ده وده كان ممكن يحصل وده من الترشيحات الكمبيوترية اللي موجودة تاني تالت احسن نقلة انه ياكل وياكل ويخدشه في شكل مختلف عن الاتلاعب في المباراة ولكن هذه مباراة اخرى ملعبة في المباراة انه لعب كوين بي سيكس وتلعب عليها اف ثري هاميت البيدق اللي كنت سايبه لك وتلعب دلوقتي انها لا وحشة جدا اف فايف ليه لانها سمحت بهذه المساحة والحصان برضو ما بيخرجش خطة الجي فور ايتش فور جي فايف نجحت جدا بالنسبة لبراجناندا وبدون حتى ما يخسر ولا بيدق ودلوقتي كجائزة يعني معنوية ليه هو معه تفوق واحد تفوق مش مدي يعني مفيش بيدق في ايده ولكن الموقف بتاعه احسن بما يعادل انه معه بيدق فعشان كده الانجين مقيم هذا الشكل تفوق واحد للابيض قوينت اكس بي ثري اكل بالبيدق وربط هذا الحصان مشي من الربطة كمان صاحبنا مشي منه ويطلع بالحصان بتاعه هنا ايتش فايف ممنوع تكمل ما عرفش بصراحة كان تطلع يعني دي اصلا وحشة اللي انجي بيلعب ايتش سيكس من دلوقتي وعليها جي سيكس وبعدين ايتش فايف بحيث ان البيدق ده يبقى معزول قدر الامكان وتحاول تنطب الحصان ده من هنا يعني برضو فوق واحد ونص اخد بالك لعب وتلعبت النقلة دي بس اخد بالك ان بعد الكيش ما عادش عندك ايتش فايف وتعزل البيدق والكلام ده البيدق اخذ مساحة فضيعة في الرؤعة ومدعم ببيدق اخر الملك مشي كمل انتشاره طلع بالحصان اخيرا ويعني استكمالا لافكاره في انه بيعمل ريجروبنج او اعادة ترتيب للقطع ساحب فيله هيحط مكانه الحصان اي فايف الحصان وصل بي فايف والحصان مشي يمكن ياكل ويخش بالحصان التاني سي فايف اكل اكل راح بالحصان ضاغط على هذا الفيل جديد بالذكر ان الفيل ده يعني وصم تعار على الاسود ابو 2400 ده الفيل ده لو رجعنا اقفل على الرب مش معقول حاجة سيئة جدا وكمان هيسيب البيدق لازم يكسر كسر فعلا ولكنه فتح طريق للرخاخ على ملك الاسود انت مش عارف تمشي انت لو مشيت كده انت جاي في وش الفيل بدون محسب انت جاي في وش الفيل فما ينفعش يعني بدون اي حاجة بش باتش ثري الانجين بيقول بش باتش ثري تفوق تسعة نايت بي سيكس تاكل ياكل ويجيب لرخاخ كش يمشي 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 فان كنجي دي سيفن ياكل بكش تفوق تسعة حاجة لا يمكن ان تحتمل بعدما لعب احسن نقلة على الانجين بهذا الشكل اكل اكل لو اكل على طول او حتى ادى الكش الاول انت في وضع متنايل البيدأ منع الملك يرجع الفيل قطع قطعة فضيعة الرخ دي لو جت انت محتاج تديني قطعة عشان ما يبقاش مات ده اللي حصل بالزبط اخد بالك بعد الكش الاول سحب نفسه واكلت داله الكش وبرده داله القطعة بقى معاك قطعة زيادة بقيت المباراة دي تحصيل حاصل نتج بدأ كمان فيه تفوق خمسة تعال انكسر يا ابن الحلال يلا فعلا حصل التكسير ومعاك قطعة كاملة زيادة واخد يا عم بدأ وهتبدأ واخد البدأ وده بيجري مش حايز اكمل انا بصراحة نفسيتي تعبت مسكوا عجنوا 2400 مسكوا عجنوا وعجنوا في 34 نقلة او في 37 نقلة بعد شوية الكشات العبيطة دي ما تلعبت خلاص هتمشي هاخد البدأ التاني المباراة رقم ثلاثة انت كسبت مرتين فيه ناس غيرك كسبوا مرتين فانت هتلعب واحد من اللي معانه قططين وبالتالي هو اجمد من الاتنين اللي فاتوا انترناشنال ماستر هندي تقييمه 2465 يعني داخل 2500 اسمه شيام نيكل بي شيام نيكل بي خلق بالك الاسم مش على بعضه هو الاسم متقسم يعني لما دورت على الاسم لقيته متقسم شيام لوحدها نيكل لوحدها وبعدين بي تقييمه 2465 فايز المباراةين السابقتين تعالوا 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 نشوف العظمة يستخدم يستخدم في النقلة رقم اثنين روساليمو ولا يهميني عاوز تاكل وتعوج المسائل مفيش اي مشكلة هتديني امتياز الفلين ومفيش اي حاجة تبييد حصان يدعم الحصان روك بي 1 واخد بالك ان انت لو اطلبت ممكن ارجع بالفيل بتاعي في الF1 وديه ثيوري مشهورة لكن استخدم هنا بي سيكس سي ثري اي سيكس وصاحبنا حب يلف بالفيل على هذا الوتر بدلا من البيشب على الF1 سي فور نقلة عظمة من براجنندا وبيستموه على الانجن ايه فكرة سي فور هنا؟ الشاكر ده ما تلعبش قبل كده في الداتابيز خالص من النقلة رقم سبعة ليه؟ لان اخر نقلة بعد اي سيكس يرجع سي فور عمرها ما تلعبت قبل كده وبراجنندا معه ساعة ونصف يعني لسه ما فكرش يعني لسه ما فكرش يعني تقريبا براجنندا في التحضيره لسه طب ايه فكرة سي فور اصلا؟ فكرة سي فور اصلا؟ فكرة سي فور انك ما تسمحش للابيض ياخد بدائين في الوسط لو لعب اي فور اكل بالمرور ويبقاش عنده بدائين يبقى عنده بداء واحد بس ولذلك بعد بيشب سي تو نايت جي سيكس بي ثري دعم البيداء بالبي فاينف هتاكل؟ هاكل انا كمان دي فور تعالي انا نفست فكرتي كاسود انا مش عايز حاجة من الدنيا خلاص نفست فكرتي وخدت ان انا مسبتلكش بدايين في الوسط هو بداء واحد بيشب اي سيفن كملت انتشار بيشب بي تو بيشب اف سيكس نايت بي دي تو تبييت روك سي وان بيشب بي سيفن كملت انتشاري ونايت عايز كمان هو يهاجم بالحصنة بهذا الشكل الحصن دخل في الوسط متخلصا من الحصن المدافع عن ملك الابيض وفاتح المجال للفيل نايت تيكس بيشب تيكس خد بالك انه فاتح طريق للوزير كمان يهاجم الحصن ممكن ينط يجي هنا بدل ما يرأي يعني بدل ما يأكل بالحصن من هنا لا ده نأكل بالفيل وحاول انط هنا هنا الانجين بيقول العب يا سيدي الحصن في الدي تو ورجع الحصن يدافع من ال F3 بعد كوين سي سيفن مثلا نايت تحمي كل الاضعافات والشكل صفار على الانجين ولكن صاحبنا كان متفائل جدا عمل مصيبة ما توقف الفيديو وتحاول تجيب المصيبة احنا احنا شطار اوي في ان انا نشوف يعني نعرف نجيب الحاجات الغلط ونلعبها انا اولكو عشان بس محدش ان انا بتريع عليكو ولا حاجة لعب G3 عاوز ايه؟ عاوز يلعب F4 انا بقولك شطرنج طموح اوي ولكن G3 فتحت هذا الوطر للفيل الفيل ده ليس في المكان المناسب انه يجيقف هنا وبناء عليه QB6 ممنوعة Nd2 ويلا نفتح الوطر F5 الانجين بيقول ما تعبروش بالله عليك لعب بس الحوصان هنا عاوز هو ياكل تاكل بالفيل وتكسر وخلاص 6 من 10 على الانجين ولكنه اكل بدأ في بدأ ودي كانت مصيبة لان صاحبنا اكل بدأ في بدأ والوطر بقى مفتوح ومتقدرش تيجي توقف في وشي البيدأ منعك Nf6 دلوقتي هات يابني القطعة دي ولو الحوصان ماشي هات مات وهيقول لي طب ما ينط كده ويحمي المات بس انت فاكر لما الحوصان طرج من هنا في هنا اه يعني ما خرجش من هنا وبالتالي الحوصان عامل دور جيد جدا جدا في الهجوم من مكانه لانه مانع الدفاع حمى بهذا الشكل بس في تفوق ستة بالفعل الرخ اتزحلقت الرخ طلعت تحمي يعني مثلا هتطلع كده مثلا وتحمي رجع عاوز رخ في رخ متقدرش تاكل بالحوصان عشان مربوط تاكل بالوزير وتخسر فاكل هو ويرجع يحمي فبراجناندا بمنتهى الهدوء وقف الفيديو وفكر ماذا فعل براجناندا هاعتبر انك رجعت بوم وضغط بزيادة على الربطة القطعة لا يمكن حمايتها اطلاقا الانجين بيقول باستموه فيلعب سي فور لكن هذا يسمح بالكش تاكل اكل كده ماكلش بالفيل اكل بالحوصان بالفيل ماكسب برضو بس بفهمك ان الاكل بالحوصان جاي بتهديد ولو منعت هذا التهديد بديك كش من هنا ولو مشيت انا باكل ولو اكلت انا باكل لا حول ولا قوة الا بالله الفين ربعمية خمسة وستين وتحس ان في فرق مستوى كأنه بيلعب انجين 3300 انا متحمس جدا اعملكو فيديوهات عن بقيت مباريات براجناندا في هذه البطولة برضو صاحبنا ارجون ايريجيسي جاب ثلاثة من ثلاثة لكن بصراح انا شايف ان براجناندا مظلوم وكنوع من التنويع جبتلك المتصدر والاول على البطولة باعلى حسم تعادل هو قابل اقوى خصوم التلاثة اللي قابلهم دول ولسه هنشوف هيكمل وهيعمل ايه سيب لي تعليق ايجابي من فضلك ولو حابب تشوف بقيت السلسلة وانتبع بقيت مبارياته ياريت تقول لي اراك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة